يقول الكاتب الأمريكي نعون تشومسكي أن الإعلام الأمريكي أداة لدى السلطة لنشر دعايتها بهدف صناعة القبول الشعبي بالأمر الواقع لذلك يقدر الساسة الأمريكيون أهمية الوقت الإعلامي المتاح لهم فيسافرون من ولاية إلى أخرى لمخاطبة الناس في مقابلات لا تتعدد دقائق العشر في كثير من الأوقات في لبنان في المقابل ومع أن الجبل بعيد من البحر نصف ساعة لا يرضى السياسي القدوم إلى استوديو إن لم تكن المقابلة حوارا مطولا وبعضهم يرى أن الحوار الصباحية ليس من قيمته أصلا وطبعا لديك من يرى أنه أكبر قيمة من استوديو فيستدعي استوديو إلى منزله وبهذا المعيار يصبح بطرس حرب على سبيل المثال للحصر أهم من أوباما النظام ما عم بيقول فيه الرأي العام هو السلطة القصوى وأنا بخاف منه كسياسي وبيدي أقنعه لا يجي لعندي ما أنا ما كتسبه سلفا حطه بجيبتي سلفا حطه بجيبتي لأنه محكم له أمه معلم له خيه موظفه اللي كله نهوضي حقوقه للمواطن بلا ما يمرق بهذا السمسار اللي اسمه السياسي عرف كيف بس مربحك جميلة فيه أنه مسكتك وشريك أنت وعيلتك وضيعتك وحيك وبالتالي ليش بده يصير فيه هالديمقراطية اللي هي جدل اللي هي مواجهة بين رأي ورأي آخر كل مرشح في الولايات المتحدة يخضع لعشرات المناظرات التلفزيونية مع خصومه أما في لبنان فصف أول لا يشارك الهواء مع أحد كشرط لظهوره في المقابلة هاي العلاقة باحتقار الرئي العام تقول لك بالبنية الإقطاعية اللي نحن عايشين فيها فيه ازدراء حقيقي الرئي العام نحن مش مواطنين نحن رعاية نحن قطعان مجيشين سلفا باتجاه واحد مشان هيك انت خل مثلا مش بس انت حتحكي عن المناظرة المناظرة ثقافة المناظرة غايبة ثقافة احترام الرأي الآخر وانه تنحرج بمحل ما وتبطر حتى بخطك السياسة تحت ضغط الشارع أو حزبك أو رأي العام تغير بهال موقف لا انت أساسا رأي العام بيلحقك وليس العكس لماذا لا تنطبق نظرية صناعة القبول الشعبي على لبنان على شاكلة الولايات المتحدة ربما لأن الاعلام في كثير من الاحيان يؤدي دور السياسي نيابة عنها ولكن الاهم ان للزعيم طائفة لا يبالي بمخاطبة غيرها اما اذناب الزعيم من وزراء ونواب فجهدهم في المقابلات هو ارضاء الزعيم لا المشاهد ولذلك نرى الاستشراس جدغصم قناة جديد